أعزائي طلبة الصف الثاني أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الرابع من مادة الرياضيات بعنوان الجمع دون حمل ضمن العدد تسعون وتسعون في البداية لنتذكر معاً الجمع ضمن العدد تسعة مع سمير خمسة بالونات ومع سلمة أربعة بالونات كم بالونا مع سمير وسلمة معاً؟ هيا يا أعزائي الطلبة لنجد مجموعة البالونات التي مع سمير وسلمة معاً لدينا خمسة بالونات مع سمير وأضفنا إليها أربعة بالونات التي مع سلمة خمسة زائد أربعة يساوي تسعة أحسنتم نلاحظ معاً أن مجموعة البالونات أكبر من عدد البالونات التي مع سمير منفرداً وأكبر من عدد البالونات التي مع سلمة فهنا جمعنا عناصر المجموعتين معاً والآن ماذا لو كان مع سمير إثنى عشر بالوناً ومع سلمة ثلاثة عشر بالوناً؟ كم بالوناً مع سمير وسلمة معاً؟ هذان عددان كل منهما من منزلتين فكيف نجد نات الجمع هما؟ لا بد وأنكم عرفتم ماذا سنتعلم إذن في هذا الدرس أحسنتم إنه الجمع ضمن تسعة وتسعون فهيا ننتقل إلى أهداف الدرس سنتعرف سوياً إلى الجمع ضمن العدد تسعة وتسعون دون حمل عمودياً وأفقياً وسنوظف ذلك في حل مشكلات حياتية فلنبدأ معاً أعزائي الطلبة والآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى الجمع ضمن العدد تسعة وتسعون دون حمل باع تاجر خضار في اليوم الأول بثلاثين دينار وفي اليوم الثاني باع بخمسين دينار ما مجموع ما باعه التاجر في اليومين؟ لنتعرف أولاً على العشرات الكاملة هياً لنفكر معاً ونجد ما مجموع ما باعه التاجر لنمثل هذه المسألة باع التاجر في اليوم الأول بثلاثين دينار ثم باع في اليوم الثاني بخمسين دينارا ما مجموعهما؟ أحسنتم الثلاثون دينارا نعبر عنها بثلاث عشرات والخمسون دينارا نعبر عنها بخمس عشرات ما مجموعهما؟ رائعون ثلاث عشرات زائد خمس عشرات يساوي ثمان عشرات وتساوي ثمانون دينارا مجموع ما باعه التاجر في اليومين هيا بنا أعزاء الطلبة لنمثلها بالأجسام الحسابية لنتذكر معا كل واحد من الأجسام الحسابية يعبر عن العشرة الكاملة باع التاجر في اليوم الأول ثلاث عشرات وباع في اليوم الثاني خمس عشرات لنتج معهما معا أحسنتم الثلاثون نعبر عنها بثلاث عشرات والخمسون نعبر عنها بخمس عشرات نجمعهما معا ويكون الناتج ثمان عشرات أي ثمانون دينارا مجموع ما باعه التاجر في اليومين معا أحسنتم أعزاء الطلبة هيا لنكمل الفراغ بما يناسبه فيما يأتي أربعون زائد ماذا ينتج سبعون أحسنتم أربعون زائد ثلاثون يساوي سبعون ما العددين المكونين للعدد ستون أحسنتم إنها ثلاثون زائد ثلاثون يساوي ستون وهناك حلول كثيرة لهذه المسألة مثل أربعون زائد عشرون يساوي ستون وهكذا ما العدد الذي نجمعه للسبعين ويبقى الناتج سبعون أحسنتم إنه الصفر فإذا جمعنا الصفر لأي عدد يبقى الناتج كما هو وما العددين المكونين للعدد ثمانون رائع أربعون زائد أربعون وهناك حلول كثيرة لهذه المسألة كذلك أعزائي الطلبة الأمثلة التي تناولناها مؤخرا كانت حول جمع العشرات الكاملة كما تشاهدون أربعون زائد ثلاثون يساوي سبعون جميع الأعداد عشرات كاملة والآن ماذا لو لم تكن هذه الأعداد عشرات كاملة؟ مثل اثنان وأربعون زائد سبعة وثلاثون كيف نجد ناتج الجمع في هذه المسألة؟ هيا لننتقل لتمثيل هذه الأعداد أعزائي في المثال الآتي سنوظف الأجسام الحسابية ولوحة المنازل لجمع عددين ضمن تسعة وتسعون نريد جمع العددين اثنان وأربعون وسبعة زائد سبعون وثلاثون فماذا علينا أن نفعل؟ هيا لنمثل العددين على لوحة المنازل والآن كيف نجد ناتج الجمع؟ رائعون نبدأ أعزائي الطلبة بجمع الآحد مع الآحد اثنان آحد زائد سبعة آحد يساوي تسعة آحد ننتقل إلى جمع العشرات معا ونجمع أربع وعشرات زائد ثلاث وعشرات يساوي رائعون سبعة وعشرات ويكون ناتج الجمع هنا تسعون وسبعون والآن لنمثل عملية الجمع السابقة على المعدد ندينا هنا في الآحد اثنين وفي العشرات أربع عشرات أي اثنين وأربعين أضفنا إليهم سبعة وثلاثين كما هو ممثل في المعدد فكان مجموعهما كما يلي أولا نبدأ بجمع الآحد معا ثم نجمع العشرات معا فيكون الناتج كما هو ظاهر لدينا اثنان زائد سبعة يساوي تسعة وأربع وعشرات زائد ثلاث وعشرات يساوي سبعة أي تسعون وسبعون أحسنتم نستنتج معا أعزائي الطلبة أن لجمع عددين نجمع الآحد مع الآحد ثم نجمع العشرات مع العشرات رائعون أشكركم أعزائي فكما تعلمنا لجمع عددين معا نبدأ بجمع الآحد مع الآحد ثم نجمع العشرات مع العشرات فهي بناء أعزائي الطلبة لنجد ناتج جمع ما يلي بصورة عمودية 22 زائد 41 فكما تعلمنا نجمع الآحد مع الآحد 2 زائد 1 يساوي 3 حسنتم ثم نجمع العشرات معا 22 زائد 14 يساوي 16 ويكون الناتج 63 هيا بنا نجمع 26 زائد 50 سنجمع الآحد أولا أي 6 زائد 0 يساوي 6 ثم سنجمع العشرات معا 22 زائد 15 أحسنتم يساوي 17 ويكون الناتج 76 رائع والمثال الثالث 44 زائد 15 سنجمع الآحد مع الآحد 5 زائد 4 تساوي 9 ممتاز ثم نجمع العشرات مع العشرات أي 14 زائد 11 يساوي 15 ويكون الناتج ممتاز 59 عزائي الطلبة هيا نقرأ ونحل هذه المسألة يمثل الجدول المجاور توزيع إصابات فيروس كورونا في ثلاث محافظات في يوم واحد ما مجموع الإصابات لهذا اليوم في كل من محافظة نابلس وقلقيليا هيا نجري عملية الجمع كما تعلمنا 41 زائد 21 نجمع الآحد مع الآحد فيكون 1 زائد 1 يساوي 2 ونجمع أربع عشرات مع اثنان عشرات فيكون الناتج ست عشرات فيصبح الناتج ممتاز 62 ونسمي صورة الجمع هذه بالجمع العامودي إذا كتبنا عملية الجمع بصورة أفقية هل ستتغير طريقة جمعنا؟ أحسنتم سنجمع كما تعلمنا سنجمع الآحد مع الآحد أولا ثم سنجمع العشرات مع العشرات كما في المثال الآتي 41 زائد 21 والناتج هو ممتاز 62 هذا ما يسمى بالجمع الأفقي كما تلاحظون نفس الناتج الذي حصلنا عليه في الجمع العامودي هيا بنا نكتب عدد مناسبا في الفراغ 24 زائد 53 سنجمع الآحد مع الآحد وهي 3 زائد 4 يساوي 7 أحسنتم ثم العشرات مع العشرات 5 زائد 2 يساوي 7 أيضا ممتاز فيكون الناتج سبعون وسبعون رائعون أعزائي هيا نجد ناتج الجمع الأفقي 22 22 زائد 17 سنجمع أولا كما تعلمنا سابقا الآحد مع الآحد 2 زائد 7 يساوي 9 وعشرتان زائد 10 واحدة يتساوي 13 والناتج 39 نهاية أعزائي الطلبة نأتي إلى المهمة التعليمية عزيز الطالب أبحثوا عن عدد أبواب أسوار البلدة القديمة في القدس وعدد أبواب المسجد الأقصى المبارك وأجد ناتج جمعهما شكرا لكم أعزائي الطلبة ودمتم بألف خير ترجمة نانسي قنع